وصلنا الكتاب الرابع والاخير من المجلس 37 من سلسلة الطريق وهو كتاب ايها الولد للامام الكبير حجة الاسلام ابي حامد الغزالي المتوفى 505 هجريا قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين وهو ينصح تلميذه يوم ان قال ايها الولد ثم اعلم ان مرض الجاهلي على اربعة انواع احدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل وكتير بيبقى المقصود بالجهل عدم العلم وساعات بيبقى التصرع والاندفاع معنيين لمعنى كلمة الجهل تلت انواع من الجهل لا يقبل العلاج ونوع يقبل العلاج طب احنا لما نسمع الكلام ده ونفكرش في الناس نفكر في نفسنا كل واحد يعرض نفسه على الكلام ده قال اما الذي لا يقبل فاحدها ثلاثة لا تقبل العلاج رقم واحد من كان سؤاله واعتراضه عن حسد وبغض فكلما تجيبه باحسن الجواب وافصحه واوضحه فلا يزيده او لا يزيد له ذلك الا بغضا وعداوة وحسدا فالطريق يعني الصح يعني السك الصح الا تشتغل بجوابه فقد قيل كل العداوة قد ترجى ازالتها الا عداوة من عداك من حسدي فينبغي ان تعرض عنه وتتركه مع مرضه قال تعالى فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع علمه هو الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والثاني قبل ما نقول الثاني سيدنا الامام بيتكلم هنا على سواء طالب العلم وانه بيكلم شيخ بيكلم طالب علم او استاذ مدير بيكلم تلميزه في الشغل بيقوله خد بالك في نوع من انواع الجهل معه حسد فتلاقي اللي بيسأل وبيعترض مش عشان هو عايز تعلم ليس سؤال المتعلم انما سؤال الممكر المضغاض الغضبان شايفك انت احسن منه ناجح اكتر منه عندك مميزات اكتر منه بتعمل حاجات ومش عايف يعملها او بتخلفه في معلومة وحجتها قوية فهم منزعج من حاجة زي كده كلام ده زي ما اقولك بييجي في الشغل بتشوفه في التنافسير في الشغل بتشوفه جدا في طلبة العلم بنا انك تشوف الشخص بيعترض عليك اعتراض المنكر وليس السائل فانت مثلا سمعت واحد بيقول المعلومة هي جديدة عليك ايا كان ايه المعلومة دي فانت تغفض انه بيقول معلومة انت ما تعرفهاش والمرء عدو ما يجهل فانكرت عليه والتريقت عليه وتكلمت معاه بطريقة وحشة وشنعت عليه وديته بقى التيكت بتاع الضال المضل المبتدع الحاجات اللي حضراتكم حفظناها في السوشيال ميديا دي سدنا الامام الكبير حجة الاسلام يقول لا تنشغل بالاجابة عنده ليه ده حاله مش هينصالح لان الحال اللي ينصالح هو المؤدب اللي يقولك انا سمعتك بتقول معلومة مختلفة قول لي ايه الحكاية دي ايه الدليل في المسألة دي مين من العلماء قال احنا طول عمرنا متعلمين ان الاجابة كده يمين انت قلت شمال ايه الحكاية او الاجابة شمال انت قلت يمين ايه الحكاية فنسأل نتدارس العلم لكن نتراشق بالاتهامات ده يدل ان فيه حاجة في الباطن غير سليمة فسيدنا الامام بيقول له مهما عملت معاه ده لا يرجى شان كده العلماء كانوا دايما يعلمونه انك تجيب من سأل تعلما ولا تجيب من سأل سخرية وانكارا وهجوما ليه علشان ما تضيعش عمرك وتضيع وقتك وتنجر لمعركة المعركة دي هو هيستمتع وانت قلبك هيتعكر فقال له ما تعملش وبعدين نقل الامام الكبير حجة الاسلام بيت الشعر كل العداوة قد ترجى ازالتها الا عداوة من عاداك من حسدي والحسد والغل والحقد ينكره كل انسان يعني ما فيش حد في الدنيا تقول له انت بتسألني عشان انت بتحقد او متدايق او غضان او بتحسن يقولك اه على فكرة ما حاجة بيعام كده انما للهجومية والفضح والشتم والسخرية وسوء الادب ده دي بتبقى علامات ان هنا مش مستريح فظهر في البث الذي بثه عليك ظهر فاخد بالك وانت دايما لما بتسمع معلومة جديدة من حد انت قد يكون هي مش في محيط علمك فقبل ما تهجمه او تشتمه او تطلع عليه كلام تحاسب عنه وبينها ده اليوم الايامة اتعلم يمكن يكون الشخص ده يعني عنده معلومات هي مش عندك والبيئة العلمية وعلم رسول الله عزه وسلام يسعنا كلنا وكان سيدنا عبدالله ابن المبارك يقول كده لما يكون لما اسمع رأيي بيخلفني في الدين ببحث له عن دليل حتى ارجح قوله به يعني فلان قال كده يا جماعة اه طب ما تيجي ندور يمكن يكون عنده حاجة في القرآن او السنة او اقوال العلماء سندت كلامه قبل ما نتخانق معاه ما ندور يمكن احنا لما نعرفش سؤفه فبيقوله الكلام ده فبعدين بيقوله الحسود بكل ما يقول ويفعل بيولع في نفسه يوقد في زرع علمه النار ثم اورد الحسد ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب قال والنوع الثاني من الجاهل الذي لا ينتفع قال والثاني ان تكون علته من الحماقة وهو ايضا لا يقبل العلاج كما قال عيسى عليه السلام اني ما عجزت عن احياء الموتة وقد عجزت عن معالجة الاحمق وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمنا قليلا ويتعلم شيئا قليلا من علوم العقل والشرع فيسأل ويعترض من حماقته مع العالم الكبير الذي انضى عمره في العلوم العقلية والشرعية وهذا الاحمق لا يعلم ويظن ان ما اشكل عليه هو ايضا مشكل على العالم الكبير فاذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة فانبغي ان لا يشتغل بجوابه العلم تراكمي فاي تخصص والانسان لما يتعلم حاجة قليلة جدا لم يقرأ المتون على العلماء والشروح على علماء يعني مثلا بقاله سنة او سنتين او تلاتة او خمسة بيقرأ في الكتب وذاكر شوية يسمع شوية شراية تخش على اليوتيوب جميل معلوماته جميلة وانسان جميل بس هو ده كده تقريبا يعني تانية حضانة في طلب العلم بالنسبة للعلماء واسد زيت الجامعة والدكاتر الكبار اللي بينقشوا الدكتوراه وبعدين تلاقي حده من اصحابنا الكرام دول يعمل فيديو مثلا تكلم فيها الشيخ الشعراوي او يتكلم فيه على فضيلة المفتي مثلا او يتكلم فيه على مولانا الامام الاكبر يعلق على الكلام للامام الاكبر مثلا هو شاب بس غنطوت كده جميل لطيف بس هو ما بقاش جميل ولطيف اولا لان الحوم العلماء مسمومة ثانيا لانه هو علشان يتكلم احتيق الاول يتعلم فتعلم قبل ان تتكلم وانا شفت الفيديوهات دي وشوف الناس وفيديوهات في اليوتيوب ناس بتتكلم شباب صغنطت جميل جدا انه سلك طريق العلم بس سلكه بالطريق اللي افسد فيه نفسه وافست فيه قلبه وافست فيه ميزان حسناته وما تنساش من عادة وليا فقد اذنته بالحرب ودو الاولياء وعلم اكبر فكيف اتكلم في هؤلاء الكبار وانا شاب لسه يدوبك اقوله باقول بسم الله الرحمن الرحيم ممكن ابقى بغلط في كثير من نطقي لكلمات اللغة العربية سمان امام هنا الاحمق ليه الاحمق لانه مفيش انسان عائل براكب عربية موديل من ستين سنة يمشي في الطريق يشوف عربية لمبرجيني بتجيب من زيرو المية في سنيتين تلاتة ويعمله صوت عائده كده معاش تبتكلم بالبساطة عايز شد معاه بتعملش كده ايه الاول الواحد يقرى ويتعلم لا مش يقر مش حاسمها يقرى في العلم حاسمها يتتلمز على العلماء ده العلماء قال لا تأخذ العلم من صحفي يعني بيقرى الصحف لازم الكتاب يبقى قرعه الشيخ والشيخ فاهمه مراد صاحب الكتاب وشرح له الايات والاحاديث اللي فيه فالعلم ينتقل من الصدر الى الصدر لا من كتاب الى كتاب ومن احد اكبر بلاءات الامة ان اللي يتكلم يكون قرأ فقط مش بس بلاءات الامة في الدين بلاءات الامة في اي اتجاه من اتجاهات العلم مش كده مهم جدا 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 انك انت لو بدأت تتذاكر وتتعلم وتقرأ اسكت لو شفت حد من الكبار اسد ذاتنا وعلمائنا الكلام انت ما تعرفوش واحدة واحدة اوعى اوعى لاحسن لما تتكلم مع الشيخ الشعراوي مش عجبك ولا فلان الامام مش عجبك ولا فلان المفتي مش عجبك اوعى لاحسن الواحد شاف في سكته القصيرة دي شاف ناس بيغلق عليها ولا يفتح له وتلاقيه طلع كده وغطس تاني بعدما خبط خبطة غير مباركة وغير موفقة في الكبار الائمة من الصالحين والعلماء والاولياء فسمى الامام هنا الاحمق ليه لانه بيعترض وهو يعني ارى قليل اوي شكرا مهم جدا ان تدخل في ثوب السائل ان تسأل وتتعلم وتجلس بينها دي العلماء ولو في حاجة مش عجبك اسألهم هم مش اتكلم عليهم في المجالس المغلقة واعمل عليهم فيديوهات اسألوا هو مكانه معروف ودور وراه هو لعله هو يشرح لك فيعلمك فيقول هنا الامام يعني ويظن ان ما اشكل عليه الطالب الطيب الغلبان ده ايضا مشكل يعني صعب على العالم الكبير فاذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة فينبغي ان لا يشتغل بجوابه اللي بيتخانق ده العالم ما يردش عليه لانه هو ممشيش في السكة السليمة نقف هنا ونكمل ان شاء الله المرة القادمة